مطيع الله وساء في قبضة الأمن الضغوط الدولية والمطالبات المحلية لم تثني طالبان عن موقفها في تعليم الإناث في أحدث خطوة تقييدية اعتقلت عناصر الاستخبارات في حكومة طالبان الناشطة في مجال التعليم مطيع الله وساء حيث أكد شقيق الرجل مداهمة قوة أمنية تابعة لطالبان منزل الناشط لتقتاده إلى مكان مجهول تمت محصرة بيتنا من قبل عناصر طالبان ألقوا القبضة على أثنين من إخواني من بينهم مطيع الله ويساء أثناء عملية المداهمة تعامل أفراد القوة الأمنية بقسوة وعنف مع جميع أفراد الأسرة بما فيهم أمي أنا الآن في مكان آمن لكن شقيقي الناشط في مجال التعليم تحت التعذيب في سجون الحركة كل ذنبه أنه يشجع على التعليم هذه الممارسات ترهبنا طالبان لم تتحدث رسميا عن عملية الاعتقال وتجنبت الحديث عن عوامل خطوتها الأخيرة والتي أثارت قلقا أكبر لمكتب الأمم المتحدة الذي سارع في المطالبة بتوضيح فوري حول ما جرى الحذر بات يتصاعد من تضييق أكبر قد يواجهه النشطاء في مجال التعليم وغيره فالحركة لا تزال تفرض قيودا قاسية على حق المرأة في التعليم والعمل انتظار ذو الشيمكي رغم أن الأمل كان قائما بأن تفتح طالبان أبواب المدارس هذا العام لكن ذلك لم يحدث على العكس يقومون بممارسات أكثر لمنعنا من التعليم إنني مظلومة إثنين من بناتي وللعام الثاني منعنا من الذهاب إلى المدرسة وحقهن في التعليم قطاعات بأكملها تدفع ثمن سياسات طالبان منذ وصولها إلى الحكم قطاع التعليم واجه أسوأ أزمة في البلاد ويقول مراقبون بأن فترة حكم طالبان الحالية لا تختلف كثيرا عن أساليب حكمها في التسعينات من القرن الماضي وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من عزلة البلاد على الصعيد الدولي صفة الله صافي الحرة ترجمة نانسي قنقر